طيب بياخدوا مستحقاتهم في مواعدة؟ لا لا ممكن بس الربطة لما الفلوس رحت الربطة الحكام صرفت حكام الدوري الممتاز صرفوا اعتقد كل فلوسهم المتأخرة طيب الممتازل به والدراجات الأدنى لا للأسف ما حدش خد حاجة والمفروض ان الدور كمان أولى انهم ياخدوا طبعا بردو عليك طلا ما قصاهم في المئة طيب هل الأرقام دي مقبولة لو الحاكم أصبح متفرخ أصبح محترف؟ لا مش طيب مقبولة لا مش مقبولة وعشان كل واحد فيهم عنده شغل تاني اه طبعا فدي زي بقولوا بتسني دي زيادة اه طبعا انت النهاردة خلي بالك في السعودية يعني انا يعني كده ليه أصدقاء حكام في السعودية وكنت موجود في بطولة عربية الأخيرة وعدت مع الحكام السعودين هم عاملين الحاكم السعودي راتب شهر عشر تلاف ريال وعمل له تفرغ من شغله وبياخد راتبه من شغله اه يعني كمان بياخد راتبه من شغله اه بياخدراتبه من شغله كمان وهو ما بيشتغلش يعني زي بيقولك ده ايه خد اجازة سنة بدون مرتب بالزبط كمان اه عفوا سنة بدون مرتب كمان يعني عمل له تفرغ تفرغ رياضي بلص مباريات بياخدوا مكافآت المباريات بلص الانشورس اللي معمول عليهم عاجات كتير جدا جدا طبعا رغم ان التسعين في المئة من الحكام السعوديين مش بيديروا الدورة السعودي صحيح تسعين في المئة اجاني بس نظاره شغال مع الحكام بيعمل جيل وشغال عليهم كويس جدا الحقيقة شغاليه كويس جدا هسألك سؤال انت قريب جدا من الحكام بحكم كمان صدقتك لمعظمهم وكمان بحكم شغلك السابق نائب الرئيس الانجل الحكام هاي الحكام يقبلوا بهذا الامر ان انا اقول له انت هتتفرغ وهنديك مقابل مادي كويس اقول لك لا انا انت عارف احنا عندنا عادتنا كمصريني يقول لك لا انا اعمل شغلي واسيب شغلي موجود ما تقوليش تفرغ دي لو ما نقدرش نعمل الكسة اللي ايه بتاعت السعودي لا نعملها بس تعمله تفرغ رياضي زي وزي السعودي ما تقوليش استقيل من شغلك اه مهيد لان احنا مش مضمونين اه فبالتالي لا او ما نقول لك الحقيق انت هتاخد هجوم اروح فين انا هتاخد هجوم من هنا ومن هنا تبطل تحكيم في لحظة الله حبغت بالزبط كده جالك اصابة لا قدر الله يبقى الدنيا راحت فين لكن لا اهو بيحتفظ بشغله بعمله لا بس انا عايز قولك الحاجة كان فيه اللعيبة نفسها الرياضيين كان عندنا شركات كبيرة ويلعبوا في الشركات ولعيبة دوليين وكل حاجة كان بيقدروا تفرغ رياضي ولحد دلوقتي يعني شركات جميع شركات تقريبا البترول فيه لعيبة كتيرة جدا 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 اسماء كبيرة جدا واخدين تفرغ رياضي اصلاح بحيث ديه نقطة كابتن توفيق وما حدش بيتكلم عنها كتير انه احنا الحال ده ممكن ينصلح لو الحكم بقى متفرغ تماما الحال ينصلح يا كريم صدقني في الانضباط لما يكون اتحاد الكورة اقوى من الاندية هتلاقي فيه انضباط لما يكون العقوبة على قد الحدث هيبقى فيه انضباط هتلاقي كله بيخاف كله بيعمل حساب ما فيش حد يتجاوز لكن انا النهاردة هل اننا نسيب نيجي نقول الاندية هي اللي تختار من رئيس لجنة الحكام استحيل ده يحصل مفترض يا جماعة فيه اتحاد مصر كورت القادم عايزة الكلام ده الناس باخد كلام ان احنا بنتكلم في الصالح العام ان احنا عايزين نشتغل في لجنة الحكام وغير لا خالص على فكرة ولا يفرم انا اشتغلت سبع سنين رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة ومحترام وتقدير لجنة الحكام الرئاسية لجنة حكام القاهرة تعادل لجنة الرئاسية تعادل من عدد مبارياتها وعدد حكامها والتعاملها تعادل لجنة حكام الرئاسية ولما اشتغلت موسم واحد في لجنة الحكام الرئاسية انا مقدش مفسوط ليه بقى ماش مفسوط الجو مش حلو محسيتش بارتياحية يعني تغييرين في وقت كبير مارك ميشي جي مستر بريرا وبالمناسبة على المستوى الشخصي بكن له كل احترام وتقدير عن مستوى المهني اه اما قلت رأي قلت رأي المجلس الدارة الاتحاد وصوص جمال علام موجود وان اخوة موجودين كلهم ناس محترمة قلت لهم رأي قلت لهم لا الرجل بعيد يعني كان مطلوب مني اقول ايه الموضوع فقلت لهم لا صعب